القانونية من اقدم واحدة للاحدث واحدة احنا رايحين للاحدث باعت امير سعود الفصل الى الدكتور عصمت عبد مجيد وبيتكلم في الصفحة الاولى اللي قدامنا مع الاخ الدكتور احمد عصمت نائب رئيس الوزراء ياسريني لما عليكم بازير رسالة واستعيله بتقديم خلص تحيات وايه 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 وانه اكتب لما عليكم بعد زيارة فخامة الرئيس حسن مبارك لبلد الشقيق المملكة وزيارة صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة لجمهورية مصر العربية الامر الذي اكد على عمق العلاقات القائمة الى اخر الى اخر الاخر فقرة في الصفحة دي ومن هذه المنطلقات ورغبة في ايجاد الحلول المناسبة لاي امور متعلقة معلقة بين بلدين اود ان اتطرق الى موضوع جزيرتين صنافير وتيران التابعتين للمملكة العربية السعودية والواقعتين عند مدخل خليج العقبة حيث اعلم معليكم انه نتيجة للاتصالات صفحة اللي بعدها التي جرت بين مسؤولي البلدين عام كذا الف تسعمائة وخمسين ورغبة من حكومتي البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة الكيان الصيوني ونظرا لموقعهما الاستراتيجي في مدخل خليج العقبة فقد وافقت حكومة المملكة العربية السعودية على ان تكون ايه اللي تكون اجزيرتين تحت الادارة المصرية ده خطاب الامير سعود الفصل ليه وزير خارجي المصري سنة تسعين سنة ده هو بيتكلم ده الخطاب وبيتكلم على اللي هو انه بيستشد به عام خمسين